أهلا وسهلا فيكم في برنامج أحدث فرقا معي أنا إلياس كسابري راديو الحياة قابل ابتسام من مركز غراس ابتسام احكيلي شو هو مركز غراس الثقافي؟ مركز غراس الثقافي هو مركز تعليمي ثقافي اجتماعي ترفيهي للأطفال في منطقة بيت لحم والقرى ومخيمات اللاجئين في محافظة بيت لحم إمتى تأسستو وليش بلشتو؟ مركز غراس تأسس في سنة 1994 وتأسس لسببين رئيسيين السبب الأول له كانت الانتفاضة في أوجها وكان الأطفال يواجهون جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال لعبهم في الشوارع والأشياء الخطيرة بالإضافة إلى أنه كانت المدارس مغلقة لأوقات طويلة أحياناً تصل لأشهر حيث كان الجنود الاحتلال يستخدمون المدارس كنقات عسكرية لضبط المناطق هاي من ناحية ومن ناحية أخرى كان المنهج التعليمي في المدارس الفلسطينية يمنع من تقديم أي ثقافة عن فلسطين جغرافية فلسطين وكان الأطفال أو الطلاب يدرسون المنهج الأردني في الضفة الغربية والمنهج المصري في قطاع غزة فكان دور الفكر التأسيس المركز حتى يعطي الأطفال المعرفة والثقافة الفلسطينية يعرفون عن فلسطين عن جغرافية فلسطين تاريخ فلسطين الأدباء الشعراء الثقافة عموماً في فلسطين هل كان في حاجة لمؤسسك هاي؟ الحاجة لم تكن فقط في بيت لحم ولكن عموماً في كل أنحاء فلسطين ولكن بتواجدنا نحن في بيت لحم أنشأنا مركز غراس في بيت لحم وما زالت الحاجة لمراكز ثقافية في بيت لحم وفي كافة المناطق لأن الأطفال يشكلون النسبة الكبيرة من عدد السكان شو هي مهمتكم ورؤيتكم من العمل اللي بتقوموا فيه؟ الرؤية لمركز غراس أنه يقدر الأطفال وأسرهم يكونوا قادرين على التمتع بحياتهم واحترام حقوقهم أما الرسالة فنحن في مركز غراس في بيت لحم نعمل مع الأطفال والأسر في مجال التعليم والثقافة والعمل الاجتماعي للمساعدة في تشكيل جيل قادر على تنمية قدراته ويحافظ على الهوية الفلسطينية شو هي الأنشطة اللي بتقوموا فيها للأطفال؟ عنا أنشطة كثير في مركز غراس يمكن على رأسها هو تشجيع القراءة من خلال مكتبة غراس وحملة تشجيع القراءة ولدته لأقرأ وكمان عنا برنامج الأوتريت اللي هو تمكين المدارس والرياض الأطفال من خلال منهاج تعليمي فنحن نعمل مع القراءة الرياض والمدارس في القراء بالإضافة إلى تشجيع تعزيز التراث الشعب الفلسطيني من خلال فرق التراث الشعبي الفلسطيني عنا برضو الرسم والفن العاب تربوية وتعليمية عنا فرق الكورال وأنشطة لها علاقة بالغناء والكورال تبادل الثقافي مع دول مختلفة في عنا تبادل الثقافي مع بريطانيا مع النرويج مع فرنسا مع بدجيكا عنا الإرشاد للأطفال والأسر برضو عنا تدريب المعلمين لمرحلة ما قبل المدرسة والمدارس الابتدائية وأنشطة كبيرة والرياضة سواء كانت كرة القدم وغيرها أو تعلم الشطرانج هل المركز بعزز من العلاج؟ طبيعي للأطفال اللي عنده عندنا برنامج العلاجي لصعوبات التعلم والتأخر الدراسي وأيضا من خلال برنامج الأوتريتش في المدارس ورياض الأطفال بالإضافة إلى كل الأنشطة هي تقود في النهاية إلى تعزيز الثقة بالنفس وبالتالي تعزيز التحصيل الأكاديمي شو هي المهارات اللي بعززها المركز للأطفال؟ طبعا على رأسها تعزيز الثقة بالنفس والتقدير الذات بالإضافة إلى مهارات معرفية، مهارات اجتماعية، مهارات جسدية من خلال الأنشطة الرياضية وهلأ أنتم بتعززوا دور المرأة؟ نعم نحن يوجد فريق كرة قدم للأولاد وفريق كرة قدم للبنات وأيضا نعمل أنشطة كثيرة للأمهات والبنات في المركز يشكلوا أكثر من خمسين في المئة وهم عنصر فاعل ونشيط باستمرار في كل الأنشطة فالمركز الأعضاء فيهم هو أطفال أولاد وبنات وأيضا من جميع المحافظة سواء كان من مخيمات اللاجئين أو القرى أو المدن لدينا برضو من الديانات المسيحي والمسلم فهو يعطي فرص متكافئة للجميع ونعمل أنشطة مكثفة للنساء والأمهات في المركز احكي لأكثر عن هذا الموضوع بما أنكم بتكون بأنشطة رياضية هل هذا بساعد في تعزيز الثقة؟ بالتأكيد الرياضة من أهم الأنشطة اللي ممكن يتعزز الثقة بالنفس والعمل كفريق والمهارات المختلفة سواء كانت مهارات اجتماعية أو مهارات فيزيكا الجسدية أو ثقة بالنفس وتقدير الذات هل أنتوا بتروجوا للقراءة عن طريق حملات؟ هل هو مهم أن تجيبوا كتب وتحطوهم بين إيدين الأطفال الصغار؟ في رأيي نعم فتعريض الطفل للقراءة والقصص وفي عمر مبكر هذا يربط الطفل عاطفيا بالكتاب وخصوصا أن الأطفال بالفطرة حسب رأيي الشخصي يحبون القراءة أو يحبون الاستماع للقصص وتعزيز هذه الفطرة هو يؤدي في المستقبل أن الطفل يكون قارئ هل كثير من الفلسطينيين بكونوا بالقراءة؟ للأسف لا لأسباب كثيرة ولكن يوجد قراء ولكن نطمح دائما إلى تعزيز هذه النشاط عند الكبير والصغير هل بتكون جلسات علاج نفسي واجتماع للأطفال وعائلاتهم؟ أن الأطفال الفلسطينيين والشعب الفلسطيني عموما هو يعيش تحت ضغط مستمر بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارسة الاحتلال الإسرائيلي وهذه الضغوط هي ليست لمدة وفترة محدودة هي عبر أجيال أجيال الأجداد عاشوا تحت الاحتلال والأباء عاشوا تحت الاحتلال والأبناء عاشوا تحت الاحتلال فهو ضغط بصورة مستمرة على مدار الأجيال وعلى مدار الوقت كله فبهذا وفتحت هذه ظروف أنشطة الإرشاد للأهالي والأطفال من الأنشطة المهمة جدا جدا لمحاولة التكيف أو إدارة هذه الضغوط الموجودة على الأطفال هل بتقوموا بصنع فرق في المجتمع؟ بالتأكيد يعني إحنا الأطفال اللي بيستمروا عنا في المركز لما بيخلصوا بيعني أنا برصد تقدمهم في الحياة البنات بتخرجوا من الجامعات وهنا أمهات ناجحات وأطفال هم أصبحوا يأتوا إلى المركز أكيد خلال هذه الأنشطة عملنا تغير عند الأطفال وعند الأهالي على جميع المستويات أتمنى أن يستمر المركز في تقديم هذه الأنشطة للأطفال والأطفال يأتوا باستمرار إلى المركز ويكبروا ويصلوا إلى مرحلة الشباب وهم فخورين بأنفسهم وعندهم المهارات التي تمكنهم من مواجهة المستقبل والعيش في المستقبل بالتفاؤل رغم أن الظروف صعبة والمشاكل لا تنقص وإنما تزيد والظروف العامة في المجتمع الفلسطيني جيل على جيل يرث مشاكل وصعوبات سياسية واجتماعية أصعب من الجيل السابق فنحن المشاكل لا تزيد عند الأجيال شكراً اتسام شكراً لإستماع كل راج أحدث فرقاً معي أنا إلياس كسابري وإنت شو بتعمل عشان تحدث فرق في مجتمعك؟ شكراً للمشاهدة